اشتركوا في القناة بالنسبة للمناطق الداخلية ستكون الاجواء شبه رعدية مرفقة ببعض الامطار الرعدية نحو المرتفعات الوسطى قد تنتقل هذه الامطار الرعدية الى السواحل الوسطى وهذا خلال واخر النهار المناطق الجنوبية ستشهد اجواء مشمسة على العموم تكون شبه رعدية باقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار والتأسيل الحرارة خلال ليلة اليوم الى غاية فجر يوم الغد ستقرب 19 درجة بتزيب زوبات نأتي ديمسان 21 درجة بالعاصمة عن نابا 22 درجة كعلى مقياس بغليزان أما جنوبا لن تتعدى 16 درجة بتندوف 27 درجة منتظرة بكل من غردايا وإليزي 23 درجة فقط ببشار وترتفع إلى 31 درجة بأقصى الجنوب الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد بحولها ستكون فصلية مقيس من بين 30 إلى 31 درجة على سواحل 33 درجة بتزيوزو والجلفة 35 درجة بالبيت ترتفع إلى 39 درجة كعلى مقياس بغليزان مع سكر وعيند فلا جنوبا 39 درجة أيضا منتظرة بغردايا بالأغواط وجعنات 36 درجة ببسكرا ورقلا والوات 38 درجة ببشار وترتفع لتفوق الأربعين درجة من الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب لتقرب 44 درجة تحت الدل البحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب إلى كثير الاتراب نحو سواحل الوسطى والغربية حتى الرياح ستكون قوية تصل أحيانا إلى 60 كم في ساعة من تيارات شرقية شمالية شرقية وهذا على كل السواحل لكن البحر سيكون مضطرب مع رياح معتدلة بالنسبة لسواحل أشق وقت شرق الشمس صباحة الغد على مستوى العاصمة وضوحيها سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا وإثن وثلاثون دقيقة والغروب على الساعة الساديسة مساء وواحد وخمسون دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعة ودمتم دائما بصحة نوع